بلا أي ضمنات تذكر تفتح السلطات الحكومية في العراق الحدود أمام السلع والوافدين من إيران إحدى أكبر البؤري تفشي فيروس كورونا في العالم وذلك على الرغم من تصريحات سابقة رهنت القرار بانتهاء الوباء قرار فتح الحدود شمل منفذي زرباطية والشلامجة في محافظتي واسطة وذبصرة بحسب هيئة المنافذ الحدودية التي أكدت فتح المعبرين مع إيران أمام الحركة التجارية وعبور المسافرين وذلك بعد اقتصار فتح المنافذ على محافظة كردستان العراق محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني برر قرار فتح الحدود في ظل ظروف الخطيرة الراهنة للحيلولة دون حصول ارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة دخولها عن طريق كردستان العراق إلى البصرة القرارات الحكومية الجديدة تتعارض مع تصريحات سابقة من داخل البرلمان أبرزها تصريح لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي أكدت على أن فتح الحدود مع إيران غير ممكن حاليا وأضافت أن الأمر مرهون باتهاء وباء كورونا المتفشي في جميع المدن الإيرانية أما مدير منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل فقد أكد في وقت سابق الصعوبات التي واجهت المنظمة لإقناع الطرف الإيراني بضرورة غلق الحدود قبل أن تغلق بجهود دولية وكان العراق قد استأنف أواخر الشهر الماضي النشاط التجارية مع إيران من خلال منافذ حدودية في كردستان العراق فقط وقبل قرار فتح الحدود شهدت معابل بروزي خان وباشماخ وتمرجين في كردستان العراق تدفق الصلاع الإيرانية بشكل كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران وهو الإجراء الذي لاق انتقادات واسعة من الحكومة في بغداد قبل أن تشرع الأخيرة بقرار فتح الحدود في استجابة على ما يبدو لضغوط طهران لاستئناف حركة التجارة وعبور المسافرين وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ويعد العراق بمثابة السوق الرئيسية للمنتجات الزراعية الإيرانية ومواد البناء ومشتقات الألبان فضلا عن الأسماك رغم أعلان السلطات الحكومية الاكتفاء الذاتية من تلك السلع ورغم رداءت المنتجات الإيرانية التي ما زالت تغزو أسواق العراق